المزيد مع زميلنا هولا في الستوديو محمد فروانا محمد مساء الخير إليك التفاصيل محمد ياتك العافية فضل لك إذن مشاهدين قراصنا إيرانيون مرتبطون بوزارة الاستخبارات اخترقوا شبكات حكومية لعدة دول في عملية وصفت بغير المسبوقة وبأدوات متعددة كشفتها القيادة الإلكترونية للجيش الأمريكي عمليات القراصنة هذه قادتها مجموعة تعرف باسم ميدي واتر المجموعات المشاهدين ظهرت عام 2017 وفي اكتوبر 2018 نفذت أول عملية قراصنة حاولت من خلالها سرقت بيانات من شركات اتصالات وغيرها من المنظمات في دول الشرق الأوسط ارتكزت طبعا هذه المجموعة في عملها على محاققين وخبراء أمن إلكترونيين مستخدمة أدوات وبنية تحتية خبيثة لكنها عملت على تطوير هذه الأدوات بما يتناسب مع الضحايا المستادفين إضافة إلى منح المهاجمين مرونة لازمة في هذا الإطار اليوم كشفت واشنطن النقاب عن هذه المجموعة ونشرت القيادة الإلكترونية عدة عينات من الشفرات الخبيثة التي يقال إن المتسللين الإيرانيين استخدموها لمساعدة منظمات في الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى في الدفاع عن نفسها من محاولات التسلل المستقبلية لكن متحدث باسم القيادة الإلكترونية في الجيش الأمريكي رفضت تعليق على ما إذا كانت هذه البرمجيات استخدمت ضد منظمات أمريكية مؤخرا في ذات الصيق أيضا مشاهدين كبيرة المحلين الرئيسيين في شركة الأمن السيبراني ميد نايت سارا جونز قامت أو عفوا قالت إن إيران ترعى فرقا متعددة للتجسس السيبراني والهجوم الإلكتروني والمعلومات وتستخدمها للوقوف ضد خصومها ومعارضيها في جميع أنحاء العالم وأيضا تتلقى توجيهاتها من الحرس الثوري الإيراني والداخلية الإيرانية مباشرة هذا كل ما لدينا شكرا جزيلا